سمعني رحا اتخليك حبيبي من تروح حبيبي اشتراكي بـ The Voice France كان من بعض ما هنو تواصلوا معي بالصيفية عملت مقابرة معهم وقت رحت على فرنسا وعرفوا انو بلشت مسيرة الموسيقية بلبنان وكان عبالون انو قدم هاي السنة فعملنا من الكاستنج وان قبلت اول شي صار كان الاوديسيون على فرق حضرنا مني احنا كان عبالي ان غني غنية حتى الشعب اللبناني بيعرفها اجنبية اكيد بما اني انا بموسابقة اجنبية بس كان عبالي اكيد انو حط نكهة لبنانية مش بس بالكلام حتى بالقرانجمان كرميل هيك فكرنا وقررت اني حط عود بالاول فاتصلت مع كذا حضار معارفة بفرنسا وهيك وعرفت انو في عوديست بليون اسمو شادي هاشم اتصلت فيه وقلت له انو يجع بريز وعملنا كم تمرينة ولا موره بحط expectations حتى بالتمثيل يعني بالتمثيل وبالموسيقى بضروعة كاستنج تعودت انو متن بعمل كاستنج وبفرنسي اذا طلع للدور بكون كتير مبسوطة اذا لا بظلم كاملة بالسكة نفس الشي بالموسيقى بكتوب منفكر بمشاريع انو عبالي ان احكيها عبالي ان اعملها واللي بيجي عالطريق اكيد اكيد باخده اكيد بروحه ولو اتغيرت الطريق لانو تعودت ما اتعلق ببلان واحد مشاعري بـ The Voice كانت فتوشة لانو فيه سعادة كتير كبيرة بس حتى لو كنت مبسوطة باني قدمت غنية معينة او من كلام الكوتش كلوقت في عندك تنشن كلوقت فيه ستراس انو فيه مسؤولية كتير كبيرة وبالاخص لانو انا ماني فرنسية لاني لبنانية فانو فيك تفكر انو الاضواء او الـ responsabilité اكبر فهدا الشي كان كلوقت ملاحق مش بس لانو انا لبنانية وبـ program فرنسي بس حتى رهجة المسرح هونيك غير لانو انت عم تروع على مسرح بدي نعمل عليك جوجمان خلاص فلو شو ما كان بدك تكون انو مسيطر بمرحلة الكروس باتلز وقت اقنات قلت يولام وبالاخر قررت اعمل هيك نيانس عربية مبسطت كتير لانو مبسطت كتير انا قطعتها للمرحلة لانو كان تصويت الجمهور هنو اللي بيقرروا فتعرف انو مش بس الكوتشية هنو عم بيقدروا حدا عندو مسيقة مختلفة عن الكولتور طبعهم لأ تعرف حتى انو البوبليك الفرنسي حابب هالنيانس حابب هالتغيير حابب هالإضافة للموسيقى اللي عندو نياها فهيك استحقيت اذا بدك استحقت انو اوكي لأ انو ما قطعت انو لأ شواء ثبت وجودة بالمكان بالكمبيتسيون لما خسرت اكيد كان شي هيك شعور بغصة وبنوستالجية سريعة كتير حسيته لانو كان في حلم عم تعيشه كتير سريع الشي رغم انو عم نحضر كتير وعم يقطع عيمات وعم سيفر وعم روح وعم بيجي انا هيك عم شبهه بإطول في لانت لكل هالمرحلة لانو ما انتبهت على حسيق يعني ادي حسيت ونفس الوقت وبعد ما كانت باعت استوعبت انا شو عم عيش فينا نعتبر انو انو قرار انغني عربي بالسوبر كراس بات اللي هي مرحلة متأدمة لا ببليك فرنسا ما كان يمكن احلى فكرة اذا بدت ضلل بالمسابقة بس في شي كنت انا كتير مبسوطة فيه اللي هو انا كمان كفا عم بستكشف شو بحب انا بحب الموسيقى الاجنبية بس كتير بحب الموسيقى العربية وكتير بالاخص موريش توشسان كان عبالي كان عبالي اكتب لك كلماتها بالعربية يعني هيدا الشي كان عبالية وزازي كتير شجعت فوقتها كتير شجعت قلت خلاص تب اذا انو معلي ما بخترش يامن شوفيلا وقفنا كتير بيعجبني راسي ساري بس بصاني في حالة الاتنان بصاني في حالة ممثلة ومغنية لانو المثل بحياته بياخد بروجيات حلوة وبيمثل وبيفوت بتصوير بس انو عنا وقت عنا وقت لحالنا عنا وقت ما عم نصور فيه وهذا الوقت ما فيه بلاقي حالة بيشتغل عموسيقى معينة اذا بنحطيت الخيار يابدي مسل يابدي غنى بغنى عالمسرح بكوتاكست تمثيلة انا بفهمت السيستام عادة بلبنان وعالميا انو بعرف الموسيقى ده متعبة متعبة انك تحضرله متعبة انك تأنتجها متعبة انك تسوقها وصرنا بعسر الكل عم بغنى والكل بديو يعمل الفان و بديو عبر عن حاله ففهمة صعوبة الموقف فملس يمكن اللي عم قدمه كتير بيشبههجيلي قلي ما بيشبههجيلي قديم رح يدعم رح يسمع كتير فا استكشفت يعني استكشفت انو بلاعيزك اكسبوجر كبيرة ومعلي ومعلي لانو بالنهايه كمان العالم عرفتني بني الموت اكتر من الزيارة اللي انا عشاءهاد ويمكن حدان لتعرفني من الموت اكتر من لانيو جي باردولي هي انا البطرة تابعه لالفين عرفت السيستام وتصالحت معه ماني ضده لأنه كل عمل فني له جمهوره فهدا الشي بتصير عم بتعلمه مع الوقت ومزبوط ان كت عاملي اغاني من قبل بس عاملي بين المزلح والجاد كوفرز اكتر من انه غنيه عند غنيه واحدة اليه ومن فترة غنيت ببيروت افتتحت كونسرلا فنان اسمه عزيز مرقة اردن وكانت اول مرة بغني الغنية ببيروت و اول ما بلشت الملودي بارارارم كلهم صاروا عم بصرخه وكلهم صاروا عم بغنوه استكشفت انه مباله يمكن انا حتى من قبل ذي بويس انه موجود هالببليك بس انا ما تعرفت بعد عليا حلق بدي خبرك شي انه انا بعدني ببداياتي فعنجاد كل تصوير قطعت طلعت عليا كتير علمني وكل واحد علمني شي شو لافة معمار تعلمت تعلمت مع الوقت قدي الواحد بيكون عامل اشياء قدي ضل طبيعي وقدي ضل موجود باللحظة تعلمت منه تكنيكتا هيك سرقت شوي سرقت كيف انه هيك بتنسى الدنيا بس بده يعني عنده هدوء هدوء انا ما عدي انا شارعوه ببعدني كتير عنده هدوء مخليها تسيطر على الحالة ودوره كان كتير صعب ودوره انه هستيرة وفيه عصاب مهسترة فهيك بب كتعم بكتعم بتأمله اكتر مانه يمكن عم تعلم منه لكون لكون صحيحة لكون دقيقة فهيك كنت انه عبالي عبالي هل قدي صير فيه كنترول على انه تعزل حالك من المكان اللي هو كتير اللي بيشوشك السات يعني عرفت ودللك هيك مركز هلأ الجديد عصاعد الغنى وعصاعد التمثيل رح نزل غنية باخر حزيران على راد هيك نبع من القلب الغنية رح تكون بالعربة بتمنى انه العالم تحبه وتمثيليا في فيلم انا مسلفيه بـ 2021 اسمه لانويدو فردو أرض الوهم مع المخرج كارلوس شهين بنزل فيلم بأكتابر مفروض وبتمنى انكم تحبوه هاي دولة أول شي تسنيو تكنيك بالميك اوب يعني عفكرة انه هذا شي موجود بره وانا حبيتها كتير وقصفتها لانه حسيت انه قد ما يكون فيه ألمنت العالم تتركز على العيون والعيون بحسهم مصدر الاحتاس عطول فانه حلو لعالم تتركز على العيون فوكس بوينت